مسافة السكة فيلم وثائقي جديد تم انتاجه في الايام التلاتين اللي فاتوا اهل غزة بيتم دكهم وقصفهم وارتكاب مجازر بحقهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي والرجل اللي ورايا ده ما بينامشي الليل مقضيها اتصالات في سنترال السيسي ومقضيها هو عباس كامل والشركة المتحدة في انتاج الفيلم الوثائق العظيم مسافة السكة ايه يا جدعان مسافة السكة هنحارب رايحين نحرر فلسطين هنصد العدوان الاسرائيلي عن القطاع هنمنع خطة التهجير بالسلاح السيسي حرك الجيش التالت والجيش التاني نحية سينة هنعمل اسقاط مظلات مثلا زي الاسقاط الجوي اللي عملوا الطيران الملكي الاردني ايه حكاية مسافة السكة قلقتونا طمنونا لا ما فيش قلق ولا حاجة مسافة السكة ده حضرتك في الموثائقي مدته 17 دقيقة وذي على قناة سي بي سي من ساعة ونص تقريبا بيحكي عن ايه بيحكي عن بطولات مصر في ادخال المساعدات الى غزة انا طبعا ساكت في الوقت ده قاصد عشان حضرتك تعبر براحتك التعبير البلاس اتين اللي ما ينفعش انا اقوله على الهوى او يعني الزومة لا يقولوه فانا سكت عشان ادي لحضرتك فرصة تقول التعليق اللي كلنا عارفينه هو ده بالزبط رد الفعل الطبيعي لما تسمع ان مصر بعد تلاتين يوم من دك غزة والاعتداء عليها مصر بتعمل فيلم وسائقي اسمه مسافة السكة بتتكلم فيه عن بطولات السيسي ومبادرة حياة كريمة والاتحاد التنموي للجمعيات الاهلية والمشعارف ايه في ادخال المساعدات لغزة جوه الفيلم لما بتتفرج عليه وللأسف شفتوا قبل بداية الحلقة قاعدة واحدة من حياة كريمة بتكلمنا عن ضرورة مساعدة اهالي غزة وان ده عمل عظيم مصر ما اتأخرتش عنه وبعدين قاعد رئيس الاتحاد التنموي ده قاعد ورا مكتب كده ومكتبة فخمة جدا وعمال يقول لأهلنا غزة اتطمنوا احنا في مصر بنقول لكم مسافة السكة وبعدين بيكلمونا بالارقام فبيقول لنا ان 70% من المساعدات اللي وصلها لغزة هي مساعدات مصرية لان احنا وقفنا وقفة رجالة ووصلنا المساعدات وكنا على قد المسئولية لان هي مسافة السكة بس الحقيقة اللي انا ما شفتوش في الفيلم واللي انتظرت ان عبدالفتاح السيسي يكلمنا عنه في الفيلم ده لانه الفيلم ده بادئ بصوته وهو بيدينا كده فويس اوفر في الاول عن المساعدات وعن دور مصر وعن ان هي مسافة السكة نسوا يقولوا لنا هم ليه دخلوا 517 عربية بس في 30 يوم لانه المفترض يدخل 5000 عربية لانه انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال ان غزة محتاجة في اليوم 100 قافلة مساعدات او 100 سيارة مساعدات ما قالوا لناش ليه مش قادرين يدخلوا عربيات الاسعاف او لا عفوا يرجعوا عربيات الاسعاف الفلسطينية اللي جابت لهم الجرحة من القطاع ولسه وقفة على المعبر لانه ما خدش الازن الاسرائيلي ما قال لناش ليه كل اللي استقبلهم ما يعدوش 100 مصاب من مصاب الحرب والعدوان الاسرائيلي من اهلنا في قطاع غزة استقبل 100 بس ليه لان اسرائيل ما دتوش الازن يستقبل اكتر ما قال لناش ليه هو مش قادر يدخل فرق طبية وعربيات اسعاف مصرية ويعمل مستشفى ميداني مصري جوه قطاع غزة زي الاردن ما يعمل مستشفى ميداني لان اسرائيل ما دتوش الازن كان نفسي عبدالفتاح السيسي في الفيلم الوثائقي ده يحكي لنا مسافة السكة اخبارها ايه مع قوافر المساعدات اللي ما بتدخلش مع المصابين اللي ما بيخرجوش مع عربيات الاسعاف الفلسطينية اللي مش عارفة ترجع لما اتكلمني عن مسافة السكة بعد 30 يوم من العدوان كان المفترض تحكيلي عن البطولات المصرية الحقيقية لان الحقيقة ده مش وقت لقطة الافلام الوثائقية ايها الذكي العبقري الإنسان بتتعمل بعد ما الحدث بيخلص عشان توثق البطولات او المقاسي الفيلم الوثائقي بيتعمل بعد ما الحدث بيخلص عشان يلم كل الشهادات الموجودة ويد بشهادة حقيقية عن الاحداث انما انت في ظل المعاناة بتعمل فيلم وثائقي عشان تبرق ساحتك او تعمل لقطة فده ملوش غير كلمة واحدة ان دي بجاحة يتميز بيها عبدالفتاح السيسي البجاحة المستمرة منذ 30 يوم من يوم 7 اكتوبر ل7 نوفمبر وعبدالفتاح السيسي هو رمز البجاحة في هذه المعرك عايزين نتأكد من ده نفتح الكاميرا شوية ونشوف عبدالفتاح السيسي والبجاحة على مدار 30 يوم عمل ايه عبدالفتاح السيسي لقطاع غزة بعيدا عن فيلم مسافة السكة اللي خلص من شوية مصر لم تسحب السفير ما سحبناش السفير ولا استدعينا السفير ولا قربنا من السفير ولا عملنا اي حراب دبلوماسي على حطة ايدك كده اللافندي ده بقاله 30 يوم بصص لفوق مستني مكالمة او بيعمل مكالمة وكانوا بيجهزوله فيلم مسافة السكة والفويس اوفر بتاعه السمح بالمظاهرات ليوم واحد وبعدها اعتقل اكتر من ميت بني ادم معتقلين ووزعوهم على 24 قضية عشان ما حدش يقول ان دول معتقلين سياسيين احنا ما عندناش اعتقال سياسي احنا عندنا جنائيين فدول كلهم ارتكبوا جنحة لهم اتظهروا عشان فلسطين بس السيسي بيعمل فيلم اسمه مسافة السكة منع المظاهرات في الاسابيع التلاتة اللي بعدها مفيش اي حد يطلع مظاهرات لا الازهر ولا قائد ابراهيم ولا اي مدام من ما يدين مصر بس احنا عاملين فيلم اسمه مسافة السكة عشان نعمل لقطة حلوة اعتقل بعض المتظاهرين لم يرد على قصف معبر رفح مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وقصيب افراد مصريين من الجانب المصري بس احنا ما نقدرش نرد على اسرائيل بس بنعمل فيلم وسائقي اسمه مسافة السكة اوعى تنسى ما ردش على تهديد اسرائيل بقصف المساعدات بل وقف عند التهديد الاسرائيلي بل الاكتر من كده وزير خارجيته طلع قال احنا ما خدماش الازن يا جماعة من اسرائيل احنا بننتظر الازن موضوع الازن ده قالوا على قوافر المساعدات قالوا على الجرحة قالوا على العربيات الفلسطينية بتاعة الاسعاف بس بنعمل فيلم اسمه مسافة السكة بنفتخر به بادخلنا المساعدات لأهلنا في قطاع غزة دخلنا اكفان يا جماعة لانه الناس بتموت ما عندهاش اكفان فالحقيقة السيسي لم يتوقف وهو بصص لفوق كده كان بيودي اكفان لقطاع غزة دخلنا بس كويت شبه منتهي الصلاحية والفيديو اللي اتنشر وتم تدوله على نطاق واسع اتكلم عن القصة دي كمان فيه خروج مئات من حامل الجنسيات المزدوجة عشان السبوبة الحلوة مع ريشي سونك في بريطانيا مع المستشار شولز في ألمانيا مع الرئيس بايدن في أمريكا مع ايمانويل ماكرون في فرنسا مع جاستين ترودو في كندا لازم نعمل سبوبة حلوة بس بنقول لأهلنا في فلسطين احنا عملنوكوا الفيلم الوسائقي مسافة السكة بس مسافة السكة هي أقرب مع حملة الجنسيات الأخرى لأن فيها سبوبة حلوة مع الغرب برضو محدش من الفلسطينيين يرضى لعبد الفتاح السيسي الخسارة يعني برضو يا جماعة الموضوع لازم يبقى وين وين ستويشن الرجل تاجر شاطر يعني بيعرف يتاجر وبيعرف يكسب منين طيب استمرار إغلاق معبر رفح قالك المعبر مفتوح الأسطورة اللي السيسي اشتغل فيها وأنا مش عايز أعيد كلام الأسبوع اللي فات بتاع نظام التمثيل إنه هو بيمثل بس الحقيقة الموضوع اختلف من إنه هو بيمثل إنه بيدعم أهلنا في فلسطين لإنه بيمثل إسرائيل عبد الفتاح السيسي أصبح ممثل إسرائيل في المنطقة وفي الدولة المصرية طيب كمان مفيش أي فعليات بتحصل لمن الأزهر ولا من النقابات لأن الأفندي ده بصص لفوق ومنعها ودبلوماسية التمثيل زي ما قلت لحضرتك وكأننا بنعمل إلى جانب دبلوماسية السنترال الراجل شغال في سنترال وبيرد على التليفونات وبيستقبل التليفونات خلاصة المشهد في 30 يوم بعيدا عن الفيلم الحقير اللي اسمه مسافة السكة اللي خلص من شوية وتزاع على السي بي سي مختصر الموضوع كله في 30 يوم اللي فاته إن الراجل ده بيمثل إسرائيل خير تمثيل في مصر إزاي؟ إسرائيل عايزة تقفل معبر رفح عشان تفرض حصار على أهل قطاع غزة فالسيسي قافل معبر رفح ومشارك في الحصار والإبادة الجماعية إسرائيل مش عايزة تدخل مساعدات إنسانية عشان تطبق الحصار والديق على أهل قطاع غزة أكتر السيسي مش بيدخلهم مساعدات كفاية غير بإذن إسرائيل إسرائيل مش عايزة الجرحة يخرجوا عشان ما يتعالجوش ويموتوا هناك ويبقى الضغط أكتر على حماس وعلى قطاع غزة السيسي بيساعدهم في ده ومش بيستقبل جرحة ولا مصابين ولا بيعمل حاجة وبيزود الضغط على المقاومة وعلى الفلسطينيين وعلى حركة حماس زي ما إسرائيل عايزة بالزبط إسرائيل بتخرج حملة الجنسيات الأجنبية عشان ما يضغطوش عليها وعشان ما يقولوا لهاش حسب الأجانب بتوعنا اللي في غزة ويقصف الفلسطينيين براحتك فالسيسي بيساعدهم في ده وبيخرج الأجانب فعلا وسائب الفلسطينيين بل سائب المصريين جالية مصرية من 40 ألف ما خرجش منها غير 101 تقريبا عبد الفتاح السيسي هو ممثل إسرائيل في مصر يا جماعة اللي إسرائيل عايزة بالحرف الواحد إعلام يهاجم حماس إعلامه بيهاجم حماس إعلام يدعم إسرائيل إبراهيم عيسى وداليا زيادة وغيرهم بيدعمه إسرائيل إسرائيل عايزة أي أكتر من كده عايزة راجل يعمل فيلم وثائقي في وسط الحرب ويفتخر أنه هو بيقول مسافة السكة آه إسرائيل مش عايزة أكتر من كده عايزة راجل بيعتقل معارضي وبينكل بيهم وبيعتقل الناس اللي بتتكلم عن فلسطين إسرائيل مش عايزة أكتر من كده عايزة إعلام تابع للراجل داي هاجم أي صوت بيكلم على المقتلة اللي موجودة في فلسطين وبينادي بدور مصر حقيقي إعلامه بيعمل كده وإسرائيل مش محتاجة أكتر من كده عرفته دلوقتي بعد 30 يوم الصورة عاملة إزاي هذا المسخ ومن ورائه حضيرة الإنتاج الإعلامي بكل من فيها لا أستثني منهم أحد كويس؟ بكل من فيها هم شغالين لخدمة الكهان الصهيون شغالين تخديم على إسرائيل بيعملوا الإسرائيل عايزة بالحرف الواحد تخدير تمثيل ادعاءات لكن على الأرض بنعمل أفلام وثائقية اسمها مسافة السك طب أنتو بتعملوا إيه؟ ما بنعملش حاجة بل الأكتر من كده أي صوت بينادي بأن يتحمل هذا المسخ الذي يحكم دولة بحجم مصر مسؤولياته بيتم الطعن فيه واشتمته والتجاوز في حقه وحق أي حد يتشدد له ده ملخص الحكاية في 30 يوم عشان ما حدش يضحك عليك وعشان تكون مدرك تماما إحنا بنعمل إيه؟ ورايحين فين؟ اوعى تنسى أبدا أن الراجل ده باصص لفوق وعمل كل الجرائم دي في حق أهلنا في قطاع غزة وفي حق مصر وقمتها لكن عمل في الموثائقة زعمن شوية اسمه مسافة السكة ترجمة نانسي قنقر